اشتركوا في القناة في ساعات الصباح بدو ينتقل لبرج الدلو معنات اليوم في عنا خلقو مسار وعنا انتقال ما بين منزلتين الآن القمر موجود في منزلة سعد بلع وهي منزلة للعلاج والفراق وأتلاف الأموال والحرية ورح ينكث القمر في هاي المنزلة لغاية الساعة 22.46 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش من صباح يوم الاثنين لا ينتقل بعدها القمر لمنزلة سعد السعود وهي منزلة لتوطيد العلاقة والحرية والربح والتفريق طبعا القمر الآن موجود في برج الجدي يعني من موعد بث الحلقة الساعة 22 بتوقيت جرينيتش من يوم الأحد لغاية ساعات الصباح القمر موجود في برج الجدي فعشان هيك بتضلي التأثيرات اللي كانت يبل يوم أمس وبرضو اللي يبلو اللي هي انه منعود لطبيعتنا الجدد ومنحاول إنجاز عمل متراكم ومنجد انه الأمور ما بتصير معنا بسهولة وممكن بتسيطر علينا روح التشاؤم أو على البعض منا وعلينا الاجتهاد أكثر بوسعنا الشروع بعمل جديد أو شراء تحفي أثرية أو البدء بحمية أو شراء تأمين أو تجديد تأمين بالنسبة للزوايا البطيئة اللي مسيطرة للأيام القادمة طبعا في عنا زاوية اللي هي زاوية اقتران سلبية بين عطارد وبين بلوتو وهي مستمرة لغاية يوم واحد اثنين طبعا هاي زاوية حكينا عنها بالأيام الماضية أنها بتدفع للكآبة والهم والشعور بالدم وبتزيد من العناد وبتسبب نزاعات شديدة مع المحيط ويعني بعض الأشخاص اللي عندهم أمور لها علاقة بالقلب هذولا بدهم ينتبهوا عليهم برضو إلها علاقة بحوادث عن طريق النيران أو حوادث إلها علاقة بالمواصلات والاتصالات بالنسبة لدوليا بتدل على انتقاد الصحافة للسلطات الدولية بسبب تخاذلها في مكافحة الجريمة وازدياد حوادث العنف والعدوان وممكن يتم الكشف عن معلومات مخابرتية أو مؤامرات سياسية كانت تحاك في الخفاء وهناك احتمال وقوع لزلازل حرائق وأمور إلها علاقة بالمناخ أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التربيع السلبية بين الشمس وبين أورانوس وهي حكينا زاوية خطيرة مستمرة لغاية يوم ثلاثة اثنين طبعا هاي بتخلي بعض الأشخاص يتصرفوا دون اكتراث للعواقب يعني بيتمردوا وبرضو بيتمرد بعض الأبناء على أهليهم غالبا تحدث بعض الثورات أو الانقلابات العسكرية أو الاغتيالات أو حوادث العنف في مثل هاي الوضعية برضو بتدل على تغييرات أو أزمات مفاجئة في الحكومة واحتمال إضرابات أو اشتباكات مع السلطات بسبب تضييق الخناق على الحريات العامة وبدل برضو على حوادث طبيعية مدمرة كالعواصف والزلازل وسقوط الطائرات وحوادث السكة الحديد أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي آخر زاوية من الزوايا البطيئة هي زاوية تثليث إيجابية بين الزهرة وبين أورانوس واللي راح تستمر لغاية يوم ثمانية اثنين بتتهيأ الفرصة للبدء بعلاقة غرامية بصورة مفاجئة ومننظر للحياة بتفاؤل أكبر كما أنه بتكون شعبيتنا في تصاعد أما بالنسبة للزاوية اللي اليوم راح تتشكل في عنا زاويتين وعنا خلوم مسار طبعا الزاويتين هم زاويتين اقتران الزاوية الأولى اقتران إيجابية بين القمر وبين عطارد وهاي راح تكون الزاوية في تمام الساعة ثنتين وخمسة وعشرين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج يعني تأثيراتها من ساعات منتصف الليل لغاية ساعات تقريبا من نقدر نقول الظهر نشعر بقوة الفكر والقدرة على الإدراك الجيد للأمور بالإضافة إلى نشاط الذاكرة وسرعة البديهة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية برضو اقتران إيجابية بين القمر وبين بلوتو وهاي راح تكون في تمام الساعة أربعة وثلاثة وأربعين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج برضو تأثيراتها من منتصف الليل لغاية ساعات تقريبا الظهيرة بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا ونتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة بعد هذه الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار يعني خلو المسار السلبي راح يبدأ في تمام الساعة أربعة وثلاثة وأربعين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج من صباح اليوم الاثنين ورح يستمر حتى تمام الساعة تسعة واثنين وأربعين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج لينتقل القمر بعدها لبرج الدلو طبعا فترة خلو المسار هي فترة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال الأعمال اللي بدأنا فيها قبل خلو المسار أو اللي قررنا عليها قبل خلو المسار أو بنستمر فيها حتى لو صارت ساعة خلو المسار فبكون الأمر طبيعي الساعة تسعة واثنين وأربعين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج القمر زي ما حكينا بكون ننتقل لبرج الدلو فعشان هيك منصير جميع الأبراج بتشعر أنه هاي الفترة منكون بحاجة ماسة للتغيير الروتين هو عدو هاي الوضعية منكون ودودين أكثر ومننشط اجتماعيا ومنرغب في الانضمام لنادي أو مجموعة من الرفاق وتجربة أسلوب جديد في حياتنا وبيتصرف الناس من حولنا عادة بشكل منطقي أكثر من إنه عاطفي بوسعنا تعزيز صداقة جديدة وإدخال تغيير على مظهرنا الشخصي كقصة الشعر مثلا أو شراء جهاز إلكتروني كمبيوتر تلفزيون أشياء من هذا القبيل وتجربة طعام جديد بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا اللي بتكون أكثر حساسية طبعا الآن موعد بث الحلقة لغاية ساعات الصباح الركبتين والمفاصل والعمود الفقري وعضلات العمود الفقري والردفة والعظام والأسنان والأوتار والربطة والأربطة والجلد والشعر والطحال وجهاز التوازن هدولا لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح بصير التركيز على بطة الساق والكاحل والساق وتر العرقوب عضلات الساعد هرمونات الغد الدراقية هدولا اللي بيصيروا يعني بحاجة للعناية الأكثر أو العناية الإضافية وبتكون هاي أكثر حساسية للتعب أو للإرهاق أو للإصابات يوصل اليوم بإجراء عمليات جراحية ما دون فترة خلو المسار إلا للحالات الطارئة طبعا أو المقرر لها ما قبل خلو المسار هذا اليوم غير مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة يصلح لإزالة الشعر الزائد ويصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ولا يصلح للقص العلاجي أما بالنسبة لمطعوم كورونا فطبعا ما في أي مشاكل اليوم بالنسبة لمطعوم كورونا بس مع أخذ بعين الاعتبار ممكن الحرارة ترتفع شوي أو يصير فيه ألام مكان أخذ اللقاح فعشان هيك تأخذه بندول أو براستيمول حبتين كل 6 ساعات لمدة 3 أيام ومكان اللقاح تدهون في سودين مضاد حيوي برضو بكون جيد إلا إذا احتاج الواحد لأدوية تحسس فهنا إما براجع الصيدلية أو الدكتور عشان يكتب له إياهم الوانتي هستامين أو هستامين على حسب إيش اللي بشوفه الطبيب اللي بعين الالتهاب بالنسبة للقمر بما إنه رح يكون موجود في برج الدلو فخلو المسار رح يكون يوم الجمعة واحد واحد بيبدأ في تمام الساعة 11 دقيقة قبل الظهر وبيستمر حتى اليوم التالي أي يوم السبت اثنين اثنين حتى تمام الساعة 10 وتسعة وخمسين دقيقة قبل الظهر لينتقل القمر لبرج الحوت يعني بمعنى آخر عنا خلو المسار مدته 24 ساعة كاملة اللي هو من يوم الجمعة ليوم السبت أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار الهلال 28 يوم في تمام الساعة 35 دقيقة صباحا بيصير 29 يوم نسبة الإضاءة 5% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الدلو حتى يوم 18 اثنين منتحسة بنسبة 50% الآن ولكن مع ساعات الظهر بتصير منتحسة بنسبة 10% القمر في الجدي بدو ينتقل للدلو رح يظل في الدلو لغاية يوم 22 هو الآن سعيد بنسبة 60% ولكن مع ساعات العصر بيصير سعيد بنسبة 30% لغاية غروب الشمس أولى الحلقة القادمة أما بالنسبة لعطارد في الجدي متراجع حتى يوم 4 اثنين سعيد بنسبة 10% الزهرة في الجدي حتى يوم 6 ثلاثة سعيد بنسبة 15% المريغ في الجدي حتى يوم 6 ثلاثة سعيد بنسبة 60% المشتري في الحوت حتى يوم 10 خمسة سعيد بنسبة 30% زحل في الدلو حتى يوم 4 ستة منتحس بنسبة 10% أورانوس في الثورة حتى يوم 24 ثمانية سعيد بنسبة 15% نبتن في الحوت حتى يوم 28 ستة سعيد بنسبة 15% بيبلوتوف الجدي حتى يوم 29 أربعة سعيد بنسبة 15% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعاً بتكوا تحافظوا على سمعتكم لأنه من الآن لغاية ساعة الصباح القمر ما زال موجود في البيت العاشر اللي هو بيت السمعة وبيت العلاقات الاجتماعية فعشان هيك بتقدروا تحافظوا على سمعتكم ومصالحكم القائمة في مجال العمل وعلاقاتكم الاجتماعية وعلاقاتكم مع المسؤولين في مكان العمل دون مخالفة القوانين أو المجازفات أو المغامرات لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح الأجواء رح تتغير بشكل أحسن بتصير الأجواء جيدة للتلاقي مع الأصدقاء حاولوا تصحيح العلاقات المتردية حاولونكم ما تبقوا واحدين فترة ناشطة وواعدة على المستوى الدراسي والمهني والعائلي وبتكثر الاتصالات والموعيد خلال هذا اليوم الأجواء إيجابية وداعمة بقوة فعشان هيك بتكونوا تستغلوها برج الثور بتنشطوا في مجال الدراسة والسفر والاتصالات لا سيامة لبعيدة ومع أشخاص خارج البلاد ولكن اللي عنده امتحان أو عنده مقابلة أو عنده سفر بده ينتبه بشكل جيد وما يعتمد على الحضود انتبهوا أثناء قيادتكم للسيارة بخصوصا بالشوارع المفتوحة واتفقدوا أغراضكم إذا كان عندكم سفر يعني الامتحانات لازم تركزوا فيها بشكل جيد مع ساعات الصباح بينصب اهتمامكم حول عملكم ومصالحكم الاجتماعية أهم شيء أنكم ترتجلوا المواقف والتصاريح عشان ما تقعوا ضحية الفوضى وعدم التنظيم طبعا اليوم ممكن تضغط عليكم المسؤوليات شوي أو تواجهوا أمر شوي بكون صعب ومعقد لأنه القمر موجود في بيت السمعة فعشان هيك بدك تلتزم أو بدك تلتزموا بالمسؤوليات بدون مغامرات ومجازفات وهاي تعتبر فترة واعدة برج الجوزاء بالنسبة لموريد برج الجوزاء طبعا الأجواء كلها بتركز على الأموال المشتركة لغاية ساعات الصباح فعشان هيك بتنهمكم بعد التنظيم أموركم المالية المشتركة فعشان هيك بتخففوا من النفقات بتعدوا عن المشتريات الغير ضرورية إذا بدكوا توقعوا على عقد أو على أي أوراق تفقدوا بنودها بشكل جيد طبعا ممكن خلال هاي الساعات من الآن للصباح تطالبوا بديون لإلكم أو نوع من أنواع الدعن طبعا في ساعات الصباح الأجواء بتتغير بشكل إيجابي وقوي فبننشطوا في مجال السفر والاتصالات البعيدة لقاءات أو تعامل مع أجانب أو أشخاص خارج البلاد أو فرصة بتفتح أمامك أبواب السفر والتسويق والنشر أو الدراسات العليا طبعا اليوم بتفرحوا لانتصار أو لرحلة أو للمشاركة أو مشاركة ناجحة في مجال ما أهم شيء تتحركوا في مختلف الأصعد لحصد المكاسب برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا القمر الآن موجود مقابلكم تماما لغاية ساعات الصباح فمثل اليوم الماضي مثل اليوم أمس بينصب إهدمامكم حول تدعيم شركاتكم وعلاقاتكم مع الأزواج أو مع شركاء العمل وبضل الأجواء فيها نوع من أنواع رومانسية ومشجعة إذا ما اختلقت أنت مشاكل أو إجتك مشاكل وتفعلت معها فبتكون الأجواء مشجعة طبعا في ساعات الصباح بتعيدوا ضبط ميزانيتكم لأن القمر رح ينتقل للبيت الثامن فبيخف الضغط عليكم بتصير تركيز كله على الأمور المالية ممكن اليوم تدخل تعديل على نمط حياتكم لتتماشى مع التقدم والتطور في محيطك بيطمئن بالك وبتفرح لتطور معين فهي فترة جيد لتصحيح الأخطاء أو لتكرار المحاولات السابقة وبتكون لصالحك برج الأسد أنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم دون إهمال صحتكم يعني أن القمر الآن بدأ في مراحل المقابلة لأنه بدينتقل من الجدي إلى الدلو يعني مقابلك تماما فهذا الشوي بيضغط أنه طاقتك بتكون ضعيفة فبدك تهتم بصحتك على كل الحالات طبعا الأجواء جيدة الآن إنجاز الأعمال وعلاقاتكم مع زملائكم ولكن بدون اختلاق المشاكل من ساعات الصباح طبعا بينصب اهتمامكم حول تعزيز شراكاتكم حافظوا على هدوءكم ما ترتجلوا أي كلام اليوم ما توجهوا أي ملاحظة لأنه خصمك اليوم يعني بيكون أقوى منك لأنه طاقتك ضعيفة فهي الأيام تحمل لك نوع من أنواع الارتباط المهم فعشان هيك بدك تحافظ على هدوء عصابك وحاول إنك ما تكون عدائي برج العذراء ما زالت الأجواء جيدة وداعمة لإلكم بشكل قوي على مستوى العلاقات العاطفية والعاطفة والحضوذ فمن الآن لغاية ساعة الصباح برضو ما زالت الأجواء جيدة إنكم ترغبوا في التقرب من أحباكم ومتعزيز العلاقة معهم بشكل جيد وهذا الإشي بيدعمكم بشكل قوي جدا حتى بتقدروا اليوم إما ترفعوا عن نفسكم أو تعملوا شيء العلاقة بالتجميل دون فترة خلو المسار طبعا فالإجواء جيدة على المستوى العاطفي وعلى المستوى الحضوذ لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح طبعا الأجواء رح تتغير بشكل سلبي شوي بيتراكم العمل عندكم أهم شيء إنكم ما تهملوا صحتكم حذروا من التعب الصحي ما في شيء بخوف ولكن نوع من أنواع الانتباه طبعا هو تعب صحي أو جسدي أو نفسي حتى وهذا الشيء ممكن يمنعك عن أداء واجباتك اليومية كما يجب فممكن تظهر بعض المسائل الحائلية أو الشخصية اليوم تكون طارئة شوي أو تشعر بنوع من أنواع التوتر برج الميزان بتظل الأمور البيتية والعائلية هي اللي بتشغل تفكيركم من الآن لغاية ساعات الصباح ممكن يكون الإهتمام العلاقة بالبيت والعائلة تصلحات ترميمات بعض الأعطال أو بعض الظروف والأحداث العائلية هي اللي بتكون طاغية على الساحة طبعا في ساعات الصباح بتغير الأمور بشكل جذري تماما فبتشتد رغبتكم في التقرب والتفاهم مع أحبائكم ممكن اليوم تفرحوا لإنفراج ملموس في مسألة كانت يعني شوي معركسة أو مش ماشي أمورها في الأيام الماضي ولكن اليوم ممكن أنها تفرج أو تعطي بوادر للإنفراج بترتفع فرص النجاح وبتشتد عزيمتك وبتقوم بخطوة مباركة ممكن تتلقى إشارة إيجابية وهي فترة مناسبة لالتقاط أنفاسك بعد العواصف اللي أثرت عليه خلال الأيام الماضية برج العقرب طبعا بتنشطوه في مجال السفر والاتصالات والدراسة التعاملات حتى مع الإخوة مع الجيران لاهتمام بالإلكترونيات أو بالاتصالات لغاية ساعات الصباح الأجواء جيدة ودعم لإلكم بكل الأمور هاي حتى سرعة البديهة عنكم عالية جدا ولكن من ساعات الصباح الأجواء رح تتغير فبتفضلوا الأجواء البيتية والعائلية أهم شيء تلطفوا الأجواء وخصوصا الأجواء العائلية الضاغطة لأنه ممكن هاي المشاحنات أو الإشي الموجود يثير اضطرابك أو امتعاضك فضبط الأعصاب مطلوب حاول أنك ما تخالف القوانين ويحترم الموعيد والالتزامات المهنية لأنه اليوم لازم أنك تهتم أكثر بعائلتك وتضبط أعصابك وتبعد عن المشاكل قدر الإمكان برج القوس بالنسبة لما أوليد برج القوس طبعا القمر الآن يعني شكل زوايا جيدة جدا دعم لكم على المستوى المالي أو ترتيب وضع مالي محين أو يعني خطة مالية فعشان هيك بيكون في فرص لمكاسب مالية ولكن من جهة أخرى ثم بعض النفقات فعشان هيك بدكوا تحذروا من النفقات الغير مرغوب فيها خلال هذا اليوم من الآن لغاية ساعات الصباح طبعا من ساعات الصباح لأجواء رح تتغير بشكل جذري داعم لكم بشكل قوي فاليوم رح تكثر عندكم الاتصالات والتنقلات والحوارات واللقاءات لأجواء جيدة ودعمة بقوة فهي تعتبر فترة مهمة للتواصل مع المجتمع ولا اسمع صوتك ممكن تقوم برحلة عمل أو تتحرك بفعالية كبيرة وتقوم باتصالات واسعة تسفر عن اتفاق أو عن مصالحة وتكون الأجواء لصالحك برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا انتو عندكو طاقة ونشاط عالي جدا وخصوصا ان القمر له يومين تقريبا موجود لعندكم أو يوم ونص الآن لغاية ساعات الصباح بظل النشاط موجود وعندكو قدرة على انجاز الكثير من مشاغلكم وبرضو ممكن انتحززوا كثير من الأمور لصالحكم أما في ساعات الصباح الأجواء رح تتغير وصير تركيز على وضع مالي إما الوضع المالي بمستقبلكم أو مهنيا أو ماليا أو أموال لعلكم متدخرينها أو إشي بتعلق بأمور المال ما ممكن تعيدوا تنظيم ميزانيتكم لا تغامروا بأموالكم هاي فترة حذرة ماليا ومعنويا أهم إشي انكو ما تتسرعوا باتخاذ قرارات حاسمة لأنه انت بحاجة لكل التعاطف والتضامن بالفترة هاي وبدك تركز بشكل جيد على كل الأمور برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا التعب رح يظل مسيطر عليكم وظلوا حاسين أنه انتو فاقدين رغبتكم في مواجهة مشاغلكم وما عندكو هالطاقة الكبيرة لمواجهة هاي الأمور طبعا الأجواء ضاغطة سلبية لغاية ساعات الصباح ولكن من ساعات الصباح كل اللي بتشعروا فيه من تعب صحي أو إرهاق أو عطلات أو مشاكل بتبلش تخف بشكل سريع جدا مع ساعات الصباح بتستعيد نشاطكم وحيويتكم بتستعيد حماستك وعزيمتك وبتمارس جاذبية لا تضاهى للبدء بمشروع أو خطة جديدة راح تمتلك اليوم الطاقة الكافية للانطلاق بمشروع جديد أو لحسم أمر عالق له أيام بتحاول تحركه ولكن كان صعب أنه يتحرك اليوم من بعد ساعات الصباح بتتغير الأجواء اليوم بيحمل لك خبر سار برضو برج الحوت بالنسبة لما أوليد برج الحوت طبعا بتنشطوا بين الأصدقاء والعلاقات الاجتماعية والاتصالات والحوارات والمناسبات وممكن يجيكوا دعم من بعض الأصدقاء من الآن لغاية ساعات الصباح الأجواء جيدة من الآن للصباح ولكن للأسف الشديد أنه من ساعات الصباح راح تدخل فترة غير مريحة راح تستمر معكم من اليوم لغاية ساعات صباح أو ساعات ظهر يوم السب فعشان هيك في هاي الفترة تلزمكم الانتباه أكثر لصحتكم بدكوا تتجنبوا اتخاذ قرارات حاسمة ومهمة لأنها هاي الفترة فارغة وفاشلة من أي حض أو أي انفراجات ممكن إلا الأشياء الروتينية فعشان هيك بتكون تحاذروا الأفكار السودة والمعنويات المنخفضة والوسواس والتقلب بالمزاج لأنه ممكن تخيب أمالك في أي وقت أو تتأخر أعمالك فضبط الأعصاب هو المطلوب وابعدوا عن الوسواس قدر الإمكان هيك نكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء